بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفلفل الرومي اللي حمر النهاردة من 12 ل 14 وفلفل الألوان ب 27 الشطة الحمرة من 17 ل 18 جنيه التوب الفلفل الرومي التوب من 13 ل 17 وفلفل الرومي السوب وصل ل 18 جنيه الفلفل الشطة من 12 ل 15 جنيه الفلفل الأسباني اللي قدامنا ده وحضراتكم قلت لكم قبل كده أن الفلفل الأسباني شكله شبه البسكرة مع الفلفل الرومي التوب وفلفل الصوب مع استهلاكنا للفلفل ورق العنب والبتنجان الابيض والبتنجان المخدد في الفترة الحالية ومن اول رمضان ظهر الفلفل الاسباني وبقول لحضراتكو هو بتلاتاشر جنيه. النهاردة كمان الخيار من تسعة لعشرة جنيه والكوسة من سبعة لتسعة جنيه. البتنجان الرومي في اسعار من تلاتة لتمانية جنيه. يعني ما فيش استهلاك كتير للبتنجان الرومي. يمكن استهلاك البتنجان العروس اكتر من الرومي النهاردة العروس من اربعة لخمسة جنيه. لكن طبعا زي ما احنا شايفين في يعني كل زرق وليه آآ سعره. البتنجان لو بايت غير البتنجان شرقية واسماعيلية الجديد عامل سبعة جنيه وتمانية جنيه الرومي والعروس عامل خمسة وستة جنيه. التوم التوم اللوبيض النهاردة من اربعتاشر لسبعتاشر والاحمر من تمنتاشر لعشرين جنيه. البصل بعشرين جنيه البصل الاحمر القديم. الناس اللي بسألوا على الكرد او ذات الكون الجنزة. البصل القديم يا جماعة قليل في السوق عموما لو لقيته بيبقى جودته فعلا عالية واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين. لكن آآ عموما البصل القديم الاحمر بعشرين جنيه واحد وعشرين بالكثير لو كانت جودته عالية ومفروش اشر يعني كده. والحجم لسه والصلابة كمان لسه موجودة آآ فيه. والبصل الفتير النهاردة من عشرة لحداشر راجين. دايما بقول لحضراتكم التوم اللحمر اساس التخزين في التوم بيقعد عندنا في البيوت وبيقعد كمان في الاسواق من غير وزنه ما آآ يخف. فالتوم اللحمر زي ما بقول لحضراتكم هو الاساس في التخزين. والفترة الحالية ممكن نخزن. لان الاسعار دي تعتبر اسعار آآ مناسبة. يعني بنهاية رمضان وبنهاية آآ شهر ثلاثة ممكن احداث كتيرة آآ تحدث في السوق او تحصل في السوق. مش هنسبة للاحداث. ونقول ان الفصولة النهاردة باتنين وعشرين وورق العنب من اربعين لسبعين جنيه. قبل رمضان بعشر ايام تقريبا ويعني التلات اربع ايام الاولين من رمضان كنا بنشوف ورق عنب آآ طاري وآآ يعني كان باين عليه شكل ورق العنب في الفترة الاخيرة في الحقيقة بنشوف ورق عنب كده آآ خشن حتى الناس هقول لكم ايه اللي بيحصل ايه في السوق. لكن اللي بيسي لنهاردة من اتنين وعشرين لتلاتة وعشرين وآآ آآ البطاطس هنتكلم طبعا عليها كتير ورق العنب بقول لحضراتكم الناس بتبدت يعني تدوقوا دي بطاطس تايسون تايسون باتناشر جنيه والتايسون دي بطاطس يعني آآ ممتازة جدا بتعتبر يعني نمرة واحد آآ بييجي بعدها على طول اسبونتا المنصورة آآ الارض السامرة الكارة طبعا من البطاطس الممتازة والكارة اللي فيها نقطة حمراء النهاردة بتسعة آآ جنيه والاسبونتا المنصورة عاملة عشرة وحداشر آآ جنيه بالنسبة للبطاطس جماعة فيه اسعار كتير للبطاطس في اسوق البنسوف والمينيا طبعا كارا المينيا واسبونتا كمان المينيا اسعارها اقل من اسبونتا المنصورة وعموما فيه بطاطس من ستة وسبعة وتمانية آآ جنيه البطاطس البيضة والجبل من تمانية ونص لتسعة ونص الاسبونتاك من تسعة ونص لعشرة ونص والتايسون بقول لكم من عشرة لاتناشر جنيه بطاطس زي دي مثلا عليها ريشة البطاطس دي كانت يعني عايزة تقعد فيه الارض شوية ما استويتش الفرق بين الخيار البلدي وخيار السواب زي ما احنا شايفين كده خيار البلدي مش اخد الشكل المستقيم الوحدة بوحدتها لكن هو طعمه حلو لكن ميته كتير بيقعد في البيت او في استواء بيتبل بسرعة النهاردة الجزر الشقارة العشرين كيلو من سبعين لتسعين جنيه والقاس من سبعتاشر لتسعتاشر واللمون من ستاشر لتسعتاشر جنيه بعد شوية هنجيب لحضراتكم الطماطم النهاردة الطماطم اعلى طماطم فيه استواء من ستين لميت جينيه والبسلة من اتنين وعشرين لتلاتة وعشرين طبعا جبنا الفلفل الرومي الاحمر من اتناشر واربعتاشر ادي الجزر الشكاير دي عشرين كيلو والفلفل طبعا والبتنجان كمان بتنجان الابيض النهاردة من تمنتاشر لعشرين والمخدد بثلاتة وعشرين والملوخية من خمستاشر لستاشر جنيه الملوخية طبعا كل سنوط طيبين يعني الموجود الوقت دي ملوخية متغطية ملوخية سوب وادي اللمون من ستاشر لتسعتاشر بقول لحضراتكم الطماطم جودتها عالية لكن فيه طماطم كتير في السوق والطماطم واصلا النهاردة من ستين لميت جينيه اعزائي المشاهدين اللي قعد معنا لغاية دلوقتي قبل ما يمشي ما ينساش يحط اللايك ومشاهدين القناة الجداد انا يعني برحب بهم وبيشرفني اشتراك اي حد بيشوف القناة سوق العبور اليوم لأول مرة احيان بنتكلم على الخضار والفكحة والسمك على فكرة جبعة كان الصبح فيه على القناة فيديو عن السمك فرقت بين انواع واسعار الزرقان والعجام والخرمان والبرقودة والشبار الجوابي وشباب عين سالم والفرق بين الشبار والبلطي وجبت جميع اسعار الشبار والبلطي كمان كان فيه كلام كتير على الباغة وانواع الباغة وفرقنا بينها وبين الكاسكومري البلدي وفرقنا بين جميع انواع السمك المكرر الروسي اللي باربعين وبسبعين جنيه وإن الويجي اللي بمية وتلاتين ومية خمسة واربعين وجبنا كمان جميع أنواع الكابوريا ده اليوسف يا جماعة اللي قلتلكم هيظهر في آخر السنة اليوسفي الدهبي ده بيظهر آخر السنة أول السنة بيبقى اليوسفي البلد بتاعنا وبيبقى فيه طبعا ده الموركت وبيبقى كمان قبل الدهبي بيبقى المندرين يوسفي التصدير ويوسفي الدهبي بيبقى آخر السنة وده حضراتكم الموركت بيبقى هاجين بين البرتقان واليوسفي أحسن أنواع اليوسفي طبعا هي المندرين اللي مصر دايما بتصدرها للخارج واليوسفي عموما أسعاره من خمسة لاثناشر جنيه ده الفراولة البلدي وكترت فيه السوق الفراولة أكتر دلوقتي من الفورتانة والاستفانة والستيشن والفلوريدا والجوافة النهاردة أسعارها بستاشر جنيه عزيزي المشاهدين إن شاء الله هنعمل حلقة كبيرة على الفكهة وخصصا العيد والزيارات وهيبقى طبعا في آخر العيد فيه يعني استهلاك للفكهة أكتر من دلوقتي طبعا كنافة وأطايف كل سنة وحضراتكم طيبين التفاح الجولدن بسبعين والأمريكي من سبعين لثمانين السوري واللبناني بخمسين والسكري من سبعين لتسعين الجيرين جملته من ثمانين لمية طبعا الجيرين بره بيتبيع بمية واربعين وبمية وخمسين وهنتكلم إن شاء الله فيه الحلقة اللي وعدتوكم بها عن البرتغان والبرتغان القطيع وإزاي نعرف البرتغان الشتوي من البرتغان الصيف تحياتي لحضراتكم عزيزي المشاهدين كنت معكم الحجة أرشف زكريا من سوق العبور اليوم